موسيقى الرئيس سيسي يواجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم خلال العام القضائي الجاري مدبولي يبحث جهود تغلب على معوقات الاستثمار ويكلف بتشكيل مجموعة عمل لحل مشكلات المستثمرين انطلاق الاجتماع التشوري لوزراء الخارجيات العرب بالكويت بمشاركة الوزير سامح شكري الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جلنة نشرات اخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري اهلا بحضراتكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متبعة جهود وزارة العدل لانجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن اعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية واوضح متحدث الرئاسة ان وزير العدل استعرض في هذا الاطار قاعدة البيانات التشريعية القومية التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة سبل اتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها واضاف متحدث الرئاسة ان الاجتماع تناول عرضا لجهود الوزارة للحد من حالة الطلاق بالتعاون مع وزارة الاوقاف ودار الافتاء كما اطلع الرئيس السيسي على اخر مستجدات اعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من اضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي فضلا عن الموقف التنفيذي لانشاء مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة بالاضافة الى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بادراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر ماروان وزير العدل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لانجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن اعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر ماروان في هذا الاطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل اتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتدولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتدولة في الأول من يناير 2021 موجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يصق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء للصناعية فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي لإقامة مشروعات أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين وشدد مدبولي خلال الاجتماع على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين وكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعوضية وبإنتاجها في مصر يتم تنظيم الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت رعاية القوات المسلحة يأتي الملتقى تحت عنوان تكنولوجية الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وذلك يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من فبراير المقبل يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات التي تقوم بخدمة احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية فضلا عن رسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية كما سيتناول الملتقى فرصة تمويل المشروعات البحثية والمنح التي تسهم في تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة انطلقت بالكويت اليوم أعمال الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية للدول العربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري يبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية وعلى هامش الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب التي تستضيفه الكويت حاليا بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب العلاقات المصرية اللبنانية وسبل استكمال الجهود المصرية والعربية لدعم لبنان ومستجدات التطورات على الساحة اللبنانية كان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح حيث أكد شكري على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي كما أكد شكري على موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار الدول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري أكد ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت يأتي في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا تتطلب عملا جماعيا وتنصيقا مستمرا جاء ذلك خلال استقباله بقصر بيان اليوم وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع الوزري التشاوري وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهلا بكم من جديد استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زيد النهيان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الذي يزور يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرت للرئيس الإسرائيلي لدى وصوله قصر الوطن مراسم استقبال رسمية هذا ويرافق الرئيس الإسرائيلي يرافقه وفد من كبار المسؤولين أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين من جهة أخرى أعلنت الخلية القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار كما تم القبض على سبعة عشر متهما بينهم اثنان بتهمة الإرهاب في العاصمة بغداد بدأ جهاز مكفحة الإرهاب بالعراق بدأ حملة كبرى لتفتيش السجون وقال الجهاز في بيان له أن هذه الإجراءات تأتي بعد تطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسك السورية المحادية للأراضي العراقية والتي حاولت فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي الفرار من السجن وأضاف جهاز مكفحة الإرهاب أن إجراءاته تستهدف قطع الطريق على العناصر الإرهابية لتنفيذ أي مخططات تستهدف أمنى واستقرار البلاد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة مقتل نحو ألفين طفل يمني ممن جندتهم قوات الحوثي في أعمال القتال وذلك خلال الفترة من يناير 2020 حتى مايو 2021 وأوضح التقرير الأممي أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وسبعة عشر عاما وقتل عدد كبير منهم في الحديدة وصعدة وصنعاء كما أفاد التقرير أن قوات الحوثي قامت بتعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات على تنظيف الأسلحة إلى الأزمة الأوكرانية حيث قالت بريطانيا أن احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا كبيرة للغاية وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أي شخص في روسيا وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية كان رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون قد أعلن أن بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي عملية انتشار عسكري كبرى في أوروبا ردا على تصاعد ما سماه بالعداء الروسي تجاه أوكرانيا وأشار جونسون إلى أن العملية المقترحة تشتمل على نشر قوات وأسلحة وسف حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا مؤكدا أن مجموعة الإجراءات ستبعث برسالة واضحة إلى الكريملين بأنه لن يتم التسامح مع النشاط الروسي المزعزع للاستقرار قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن أوكرانيا ليست مستعدة لأن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسية نيتو ولن تكون عضويتها مفيدة للحلف وضف لفروف أن عضوية أوكرانيا في حلف نيتو ستؤثر بشكل خطير على العلاقات بين روسيا والحلف كما ستكون انتهاكا صارخا لالتزامات رؤساء الولايات المتحدة والدول الأغضاء الأخرى في الحلف من ناحية أخرى قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن بلاده لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال وصفا كل التصريحات التي تزعم عكس ذلك بغير المبررة أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وخلال أتصال أجراه مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قال ميلي إن من حق أوكرانيا أن تكون مستقلة وتتمتع بزيادتها وبسلامة أراضيها وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أهداف أوكرانيا وملتزمة بتعزيز قدرة كييف على الدفاع عن نفسها قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر يدل على مشاركة الصين في الوضع حول أوكرانيا وردا على سؤال حول احتمال دعم الصين لروسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أوضح كيربي أن بلاده لا ترى أي مؤشر يدل على أن الصين ستتدخل في الموضوع بأي طريقة ووفقا للمتحدث باسم البنتاجون فإنه في حال حدوث تصعيد في أوكرانيا من جانب موسكو ستتعرض روسيا ليس فقط لعواقب اقتصادية جدية بل وستزداد عزلتها كذلك رحبت ايرلندا بقرار موسكو بنقل تدريبات البحرية الروسية إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لأيرلندا وكان من المقرر إجراء تدريبات بحرية روسية خارج الأراضي البحرية لأيرلندا ولكن داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة هو ما تسبب في غضب الصيادين الأيرلنديين من الاضطراب المحتمل لمناطق الصيد التقليدية الخاصة بهم وأوضح السفير الروسي لدى أيرلندا أن قرار نقل تدريبات العسكرية الروسية يعد بادرة حسنينية بهدف عدم إعاقة أنشطة الصيد التي تقوم بها السفن الأيرلندية في مناطق الصيد التقليدية موسيقى سجلت المكسيك رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا عقب تسجيلها 42.582 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالية عدد المصابين بالجائحة في البلاد ارتبع إلى 4.916.143 حالة فيما تم تسجيل ما يقرب من 522 حالة وفاة جديدة خلال الساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 300.762 حالة سجلت السلطات الهندية ما يقرب من 234 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وبهذا الرقم يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 41.92.000 حالة وذكرت قناة NDTV الهندية أن السلطات الصحية سجلت أيضا 893 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 494.091 حالة أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 118.970 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابة كورونا المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 9.737.000 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالوباء إلى 117.729 حالة وذلك بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة حسب ما نقلته صحيفة بلد الألمانية أعلنت روسيا عن تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا مع انتشار السلالة أومايكرون المتحورة من فيروس كورونا وقفز عدد الإصابات الجديدة إلى 121.228 إصابة ارتفاعا من 113.000 في اليوم السابق كما سجلت الصحة الروسية 617 حالة وفاة خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية ومع تساعد الإصابات بفاة كورونا حول العالم تتواصل الإجراءات ما بين تعزيز حملات التطعيم والإغلاقات ففي بريطانيا تم إطلاق حملات تطعيم للأطفال بينما شهدت كندا وفرنسا احتجاجات في مواجهة الإجراءات المشددة لمواجهة الفايروس على وطيرة تصعودية تستمر أزمة وباء كورونا حول العالم وخاصة مع وجود المتحور أوميكرون لتتخطى الإصابات أكثر من 367.600.000 إصابة وتقترب الوفيات من كسر حاجز الملايين الستة الأرقام القياسية باتت المميزة لإصابات كورونا حول العالم حيث سجلت عدد من الدول ومنها روسيا وكوريا الجنوبية أرقاما لم تحققها منذ بدء الجائحة التعامل مع الجائحة يتبين من دول لأخرى ففي بريطانيا انطلقت اليوم حملة لتطعيم الأطفال من سن 5 سنوات حتى 11 عاما ضد كورونا وسيحصل الأطفال على جرعتين من لقاح فيزر بايونتيك بما يعادل ثلثة جرعة البالغين التجاوب مع التطعيمات في بريطانيا يقابله رفض وتظاهرات في مناطق أخرى ففي كندا تجمع ألف المتظاهرين في العاصمة الكندية أوتاوى للاحتجاج على إلزامية اللقاحات والكمامات وعمليات الإغلاق وفي فرنسا تظاهر معارضون لشهادة التطعيم في عدة مدن في البلاد بعد بضعة أيام من تنفيذ آلية تشدد إلزامية الشهادة الصحية المفروضة لحث المواطنين على تلقي التطعيمات وإلى الشرق الأقصى حيث لم تمنع الإجراءات المشددة للسلطات الصينية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من ظهور إصابات بين أعضاء الفرق المشاركة كان آخرها تسجيل خمس إصابات بأعضاء البعثة الكندية الأوضاع تكشف أن فيروس كورونا يتمسك بأرصدته مما أشاعه من القلق والحيطة في العالم ويرفض التنازل عنها عبر متحورات جديدة تظهر يوما بعد يوم أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن بدء تطعيم الفئة العمرية من الخامسة إلى الحادي عشرة عاما بلقاح فيروس كورونا وأوضحت الوزارة أن اللجان الفنية المختصة بلقاح كورونا اعتمدت لقاح فيزر بايو انتك لهذه الفئة العمرية وشددت الصحة الكويتية على أنها ستقوم بتقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من أجل الحصول على اللقاح أطلقت كوريا الشمالية اليوم أقوى صاروخ لها منذ عام 2017 بحسب ما أعلنت عنه السلطات الكورية الجنوبية هذا الاختبار هو السابع الذي تجريه بيونج يانج منذ بداية العام وكانت آخر مرة أجرت فيها كوريا الشمالية عددا كبيرا من التجارب خلال عام 2019 بعد انهيار المحادثات بين زعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ومنذ ذلك الحين بلغت المحادثات بين البلدين طريقا مسدودا وأصبح اقتصاد بيونج يانج يعاني من جراء العقوبات الدولية ومن جراء إغلاق الحدود الذي فرضته كوريا الشمالية على نفسها في مواجهة كورونا في سياق متصل أدانة الجيش الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا في بحر اليابان وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا في بحر اليابان هو الاختبار السابع لها منذ بداية الشهر ودعت القيادة الأمريكية بيونج يونج إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار في البرتغال لا يدل الناخبون بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة ستحسم مسألة بقاء رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في السلطة في ظل تقدمه بفارق ضئيل على اليمين ومع تدابير حجر صحي تشمل 90% من البرتغاليين فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تجرى في ظل تفشي وباء كورونا تشكل عاملا إضافيا يزيد من عدم اليقين في ظل قيود كورونا دعي البرتغاليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وذلك في ثالث انتخابات يتم تنظيمها في زمن الجائحة بعد الانتخابات الرئاسية قبل عام والانتخابات البلدية في سبتمبر الماضي وأقرت السلطات البرتغالية السماح للناخبين المصابين بكورونا والمعزولين بمغادرة المنزل للإدلاء بأصواتهم لمدة ساعة بين السادسة والسبعة مساء عندما تكون مراكز الاقتراع أقل ازدحاما وتمت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بعدما أخفق رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في كذب التأييد لمزينيته للعام 2022 من الحزبين اليساريين الذين كان يدعمان حكومته ووفقا لاستطلاعات الرأي يحظى الاشتراكيون بدعم 38% من الناخبين مقابل نحو 30% لحزب المعارضة الديمقراطية الاجتماعية ما قد يحرم كوستا مجددا من غالبية فعالة في البرلمان وانتقد كوستا حلفاءه السابقين الكتلة اليسارية والحزب الشيوعية ووصفهما بأنهما غير مسؤولين لتصويتهم ضد ميزانيته ونشد الناخبين منحه أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا ولفت كوستا إلى أنه في حال فاز حزبه بأكبر عدد من الأصوات ولكن من دون تحقيق الأغلبية ستكون استراتيجيته الحكم بمفرده من خلال التفاوض على دعم الأحزاب الأخرى وفي إيطاليا أعيد انتخاب سيرجيو ماتريلا رئيسا للبلاد بعد مرث برلماني عكس الانقسامات العقيمة العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في إيطاليا فخري إلى حد كبير لكن الرئيس يؤدي دورا رئيسيا في حال وجود أزمة سياسية حيث يتمتع بقدرة على حل البرلمان وتسمية رئيس للوزراء في محاولة لإنهاء الخلف السياسي بين الأحزاب الإيطالية وتعثر البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد أعيد انتخاب الرئيس سيرجيو ماتريلا لفترة ثانية بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية بالاستمرار في منصبه وذلك عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى اسبوع لاختيار خلفا له وخلال الجلسة التي حضرها أكثر من ألف من أعضاء البرلمان ومموثلي الأقاليم في مجلس النواب حصل ماتريلا خلال التصويت على إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية على أكثر من أغلبية الأصوات اللازمة لانتخابه والتي تبلغ خمسمائة وخمسة أصوات البرلمان الإيطالي فشل خلال الجولة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث امتنع ناخب اليمين عن التصويت فيما صوت اليساريون بورقة بيضاء وكانت الأمور تسير نحو اختيار رئيس الوزراء ماريو دراجي رئيسا للبلاد لسيما بعد فشل ممثل الأحزاب السياسية في الوصول إلى مرشح بعينه تتوافق عليه الكتل السياسية بقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا المقرر انتهاء فترة ولايته في الثالث من فبراير المقبل في منصبه لفترة ثانية تعد المرة الثانية على التوالي التي يطلب فيها من رئيس تجديد فترته التي استمرت سبع سنوات ففي عام 2013 طلب الزعماء السياسيون من الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو البقاء في منصبه بعد أن فشلوا أيضا في العثور على مرشح توافقي تم إلغاء ألاف الرحلة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية السبت تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في البلاد يرافقها تساقد ثلوج ورياح قوية حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من ظروف سفر شبه مستحيلة في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سنتيمترا في بعض الأماكن في واحدة من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات انهمرت هذه الثلوج الكثيفة على شرق الولايات المتحدة والتي حملتها رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الأعصار وتسببت هذه العواصف في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وفي فوضى في النقل وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة ومع صدور التحذيرات من العاصفة الثلجية تلقت مدن مثل نيويورك وبوستون العب الأكبر للعاصفة التي تحولت إلى ما يسمى القنبلة الأعصار وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوية كما تمت دعوة السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 96 كم في الساعة ودرجات حرارة شديدة البرودة مع رياح عاتية وهو ما نتج عنه إلغاء آلاف رحلات الطيران للسفر داخل الولايات المتحدة أو إليها وهبت العاصفة الثلجية في أعقاب عاصفة شتوية مماثلة غطت مساحات شاسعة من شرق أمريكا الشمالية من جورجيا إلى كندا وذلك قبل أسبوعين فقط مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل آلاف الرحلات الجوية تعرضت أجزاء من شمال إنجلترا وأسكتلندا لرياح عاتية على خلفية العاصفة مالك مما أصفر عن مصرع امرأة وطفل في موقعين منفصلين ووصلت سرعة الرياح إلى 100 ميل في الساعة وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والبيوت بالإضافة إلى تساقط الأشجار ولا تزال تحذيرات التقصي سارية حيث يتوقع أن تتسبب العواصف في استمرار الاضطرابات بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة والاستشارية الدولية المتخصص في التنمية سبل التعاون في تنفيذ مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأوضح وزير الاتصالات أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم ضخو استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من مليون مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمة مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين شهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات في إطار المساهمة في تنفيذ المبادرة كذلك الققت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية هالا السعيد مع الاستشاري الدولي للتنمية والمنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر وذلك لمناقشة سبل التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة وأكدت هالا السعيد أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي تعمل عليه الدولة حاليا ووضحت أنه تم إطلاق المبادرة بشكل مبدئي كمرحلة أولية في يناير 2019 حيث تم البدء بـ 375 قرية وكشفت نتائج تقييم الأثر التي أجرتها الوزارة عن أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر وتحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية الأمر الذي شجع الدولة في توسيع النطاق الجغرافي ليشمل كل قرى الريف المصري وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنظيم قافلة طبية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بقرى مركز أبو المطابير بمحافظة البحيرة تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ألف ومائة مواطن كما تم تقديم الدواء وعمل النظارات طبية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمجان وذلك تخفيفا عن كهل المرضى في محافظة الشرقية تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها حيث يتم إنشاء عشر مجمعات حكومية على مستوى مركز الحسينية ووصلت نسبة التنفيذ فيها إلى نحو 88% كما تم الانتهاء بنسبة 100% من مجمعي خدمات حكومية وحول المجمع الخاص بالوحدة المحلية قصصين الشرق بلغت نسبة التنفيذ 98% تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة المينيا وفي هذا الإطار تفقد محافظ المينيا أسامة القاضي أعمال تنفيذ المشروعات بقرى مركز العدوى شاملت المشروعات الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف الصحي بقرية كفر المغربي وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الشامل والمجمع الزراعي بقرية بني عامر وأعمال تطوير وحدة الإسعاف الملحقة بمستشفى حميات العدوى وأعمال إنشاء مجمع الخدمات ومركز طب الأسرة بالقرية ترجمة نانسي قنقر بحث سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا تطرقت اللقاءات إلى سبل دفع تطوير وتعميق هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال إصدار ضمانات الاستثمار من المفوضية الأوروبية والتعاون والتنسيق المشترك اتصالا بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 فضلا عن برامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وبرامج دعم الموازنة المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشطية المضادة لفيروس كورونا وذلك خلال الفترة القادمة وأوضحت الوزارة أنها أتاحت للمواطنين المصفحقين للجرعات التنشطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن 105 وطلب التغيير مؤكدة إتاحة الجرعات التنشطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع المحافظات وجهاز التنسيق الحضاري لإعادة تأهيل وتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة الوجه الحضاري للبلاد بتطوير الميادين العامة في المحافظات ورفع كفاءة الطرق والأرصفة وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي 2021-2022 تتضمن تخصيص 19 مليار و800 مليون جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ومنها تطوير الحدائق وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق أعلنت وزيرة تضامن الاجتماعي أنفين القباش عن نتائج دراسة حوكمة الأداء المؤسسية التي قامت بها الوزارة وخلال الإعلان عن نتائج الدراسة شددت أنفين القباش على سعي الوزارة لتعزيز قواعد الحوكمة بها إلى جانب حوكمة البيانات والإجراءات وترشيد الإنفاق والحرص على أداء الحقوق لمستحقيها من قبل وزارة تضامن والتي تخدم فئات عديدة من المجتمع تعيداً من قلب وزارة التضامن الاجتماعي بنعلن عن أول مؤتمر حوالي الحوكمة المؤسسية في وزارة التضامن الاجتماعي إذا كان النهاردة بنطلق بس نتائج الدراسة التي قمنا بها بناء على تكريف السيد رئيس الجمهورية لتعزيز قواعد الحوكمة في وزارة التضامن ولحوكمة البيانات والإجراءات والإنفاق وترشيد الإنفاق والحرص على ذهاب كل حق يذهب من وزارة التضامن إلى مستحقي وزارة التضامن بتخدم فئات عريضة من المجتمع لها شراكات عديدة سواء مع مؤسسات حكومية أخرى أو مع المجتمع المدني أو مع القطاع الخاص أو حتى مع المتطوعين في إطار بناء الدولة الحديثة التي تصب إليها الدولة وزارة التضامن هي جندي في إطار تنفيذ هذه أو إنفاذ قواعد الدولة الحديثة اللي الحوكمة في قلبها حقيقة الحوكمة يمكن مصطلح يبدو كبير وليس مفهوم لكل الناس عشان كده إحنا بنحاول نبسطه تماما وإنه هو مجموعة الإجراءات اللي بتتبناها وزارة التضامن الاجتماعي والقواعد اللي بتحوث على شفافية البيانات على نزاهة الأداء على كفاءة وجودة الخدمة على وقتية الخدمة أن تكون الخدمة في وقتها السليم على مسؤولية كل موظف من أكبر موظف حتى أصغر أخصائي وأصغر مسؤول بوحدات التضامن أعلنت وزارة الإسكان وصول نسب الإنجاز بالتجمع العمراني الصواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية للمرحلة الأولى لخمسة عشر برجا سكنيا وصلت إلى نحو أربعة وأربعين في المائة وأضافت الوزارة أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني الصواري يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ أربعة وستين برجا سكنيا تضم ثلاثة آلاف وثمان وستين وحدة سكنية ويقام التجمع العمراني على مساحة أربعمائة وتسعة عشر فدانا ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة والخدمات الاستثمارية كما يهدف للمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الأسكندرية نفذت محافظة القليوبية حملة مكبرة استمرت لثماني ساعات متواصلة لإزالة التعاديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الطريق الزراعي السريع في نطق مركز ومدينة بنها تمكنت الحملة من إزالة ثلاثين حالة مخالفة على مساحة خمسة أفدنة وخمسة وثمانين قيرات أرض زراعية وتنوعت المخالفات التي تمت إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات ومحالة تجارية ومنازل ومخازن وأكد محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع تعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخاته الثالثة والخمسين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من معرض الكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم جرمين بعد التحية انقلي لنا فعاليات اليوم من المعرض ومدى إقبال الجمهور وأهم الفعاليات الثقافية وكذلك أيضا الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا نعم يوسف بعد التحية كما ذكرت ونتابع معكم في اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفي نسخته الثالثة والخمسين هذه النسخة التي تحل فيها اليونان كضيف شرف للمعرض وأيضا شخصية المعرض هذا العام هي الكاتب يحيى حقي وأيضا تم اختيار الكاتب عبد التواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال الحقيقة أن هذه النسخة بتشهد عدد من الإضافات الجديدة وأيضا الأنشطة المختلفة عن النسخ السابقة والتي طبعا أقيمت في موعدها بعد طبعا ما تم إقامة النسخة السابقة في موعد استثنائي عادت هذه النسخة في الموعد الطبيعي لها في شهر يناير يعني إذا تحدثنا عن هذه الأنشطة الحديثة فتم إطلاق الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب المصرية والتي تبدأ بموسوعة مصر القديمة إلى جانب عدد من الكتب المختلفة وأيضا هناك تواجد ملحوظ وكبير واستخدام للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عن طريق عرض شخصية المعرض الكاتب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام عن طريق شاشات بتعمل باللمس وتتفاعل مع الحاضرين يعني أيضا تم استحداث جائزة جديدة وهي جائزة أفضل ناشر عربي أيضا هناك تطورات وتطويرات تم إدخالها على المنصة الرقمية التي تم إصدارها العام الماضي هذه تطورات بتطيح للمواطنين شراء الكتب أونلاين وأيضا إتاحة توصلها عن طريق هيئة البريد المصرية إلى مختلف أنحاء الجمهورية إلى جانب طبعا العمل الطبيعي لهذه المنصة وهو عرض الأنشطة والفعليات والندوات المختلفة الحقيقة هناك مساحة ضخمة فيها عدد من الأجناحة والأنشطة المتنوعة نتحدث عن مساحة ثمانين ألف متر مربع بتنقسم لخمس قاعات فيها تنوع ما بين دور نشر وأجناحة لوزارات وهيئات يعني إذا تحدثنا على سبيل المثال للوزارات المشاركة في المعرض هذا العام هناك جناح خاص لوزارة التضامن الاجتماعي بتقوم فيه بعرض البرامج والمشروعات التي تقدمها للمواطنين على سبيل المثال برنامج الخاص بوعي التنمية المجتمعية هذا البرنامج الذي يدعم الطفولة المبكرة من خلال أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل هناك قبال كبير من المواطنين يعني رصدنا عدد من المواطنين يستحبون شنط كبيرة يعني هي ربما شنط سفر بتمتلئ بالكتب المختلفة والمتنوعة مع مراعاة يعني الإجراءات الاحترازية وتقديم التسهيلات للمواطنين خاصة فئات كبار السن وذوي القدرات الخاصة لأن هناك تواجد لمختلف الفئات والأعمار في هذا الحدث الثقافي الهام يعني أيضا على همش المعرض بتقام عدد من الندوات الثقافية بحضور مفكرين وكتاب وأيضا وزراء يعني اليوم هناك ندو خاصة بوزيرة التضامن الاجتماعي إلى جانب أيضا عدد من الفنانين بيشاركوا في لقاء مباشر مع المواطنين ورواد المعرض أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصرية كنت معنا مباشرة من مقر معرض القهرة الدولية للكتاب شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة نفدت عفوا تتواصل إلى الكويت حيث نتابع معكم فعاليات المؤتمر الصحفي في ختام أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري إلى هناك في هذا الاجتماع المهم للغاية الاجتماع هذا في قلب الكويت في دار نواف في أرض الصداقة والسلام الاجتماع التشاوري يختلف عن الاجتماعات التي تأتي في إطار تقليدي بحيث أنها مساحة للمعالي الوزراء في النقاش بكل أريحية من غير جدوى الأعمال من غير قرارات من غير منتج في الأخير فهو مثابة عص ذهني يتكلمنا به من غير ما هو متعارف عليه في الإطار التقليدي في الاجتماعات لمجلس الجامعة مرتين في كل عام في شهر مارس وشهر سبتمبر وكان الاجتماع الأول في يونيو الماضي في الدوحة ويعني تم الاتفاق هذا التقليد والتي الآن الكويت ملتزمة به أستطيع أن أقول أن هدف الاجتماع أتى بأكله حيث أن كانت هناك في إيجابية من جميع معالي الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح الواضح الذي فيه تشخيص للقضايا ولمشاكل التي تهيط بعالمنا العربي أو من نسبة إلى العلاقات العربية العربية كذلك كان هناك في نقاش واضح وصريح من نسبة إلى الخطوات التي من المفروض أن تعملها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك فمرة أخرى نحن تشرفنا وسعداء للغاية في تواجدهم في دولة الكويت وصباح هذا اليوم تشرفت وبمعية أختي وأخواني معالي الوزراء ومعالي الأخ الأمين العام بلقاء سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد وبحضور سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء هبضهم الله ورعاهما واستمعنا من سيدي سمو نائب الأمير الرؤى والمرئيات وكل التوجيهات بالنسبة إلى تعزيز اللحمة العربية وفق الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدولة الكويت فمرحبا بالجميع مرة أخرى في الكويت ونرحب بمعالي الأخ الأمين العام وإن شاء الله بعد الاستماع إلى مداخلة معالي الأخ الأمين العام شكرا لكم جميعا شكرا شكرا سيدة الوزير يعني ليس لدي الكثير لكي أضيفه على مداخلتك القيمة الواضحة اللي شرحت المسألة الاجتماع التشوري يقصد به اجتماع بدون جدوى الأعمال بدون سابق الاتفاق على أي موضوع قد يطرح أو لا يطرح بدون أي تسجيل بدون أي خلاصات مكتوبة لأنه هو مثلما ذكر السيد الوزير عصف ذهني في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته الوضع الإقليمي التدخلات الإقليمية وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي طبعا في تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى تسعة مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في القاهرة ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجماعية العامة في أيضا حوالي تسعة عشرة تمانية سبتمبر لم يتفق على الموعد بعد بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث وبالتالي بينطلقهم في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة لا شيء مخفي شكرا جزيلا السلام عليكم شاهد المتروك مرسل القناة العربية السؤال الأول مع الوزير الخارجية هل تلقيتم رد رسمي من لبنان بشأن المقترحات الكويتية لنجع فتيل الأزمة الخليجية اللبنانية وهل يتماشى هذا الرد اللبناني مع مطالب دول الخليج خاصة فيما يتعلق بنفوذ ميليشي حزب الله على الحكومة اللبنانية وسياساتها الخارجية والشكرا جزيلا والوزير ما هي الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالوساطة الكويتية في هذه الأزمة السؤال الثاني لأمين العام معاني الأمين هل تم بحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الجزائر وما صحت حقيقة ما يثار من جدل بشأن تجيل هذه القمة وهل تم حسم ملف عودة سوريا لمشاركة في أعمال القمة العربية شكرا 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 لتش وبالنسبة إلى المخترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني كانت ورقة كويتية ولكن كذلك كانت ورقة خليجية وعربية ودولية وكان هناك في تنسيق تام مع كافة دول الخليج في هذا الموضوع فهي لم تكن كويتية صرفة ثانيا نعم أتانا رد ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان فمن ناحية عامة نشكر أشقائنا في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة ضمن إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان موضوع القمة العربية وزير خارجية الجزائر طرح موعد محدد مقترح من الجزائر لانعقد هذه القمة لست في حل لأننا أكشف عن هذا الموعد ولكن يستطيع الإعلام العربي أو الجزائري أن يستفسر الأمر من وزير الجزائري وبالتالي ليس هناك بعض جدوى الأعمال لهذه القمة لكن في أحديث السادة الوزراء هناك تصميم أن تكون قمة إيجابية ذات محتوى وذات توجه وذات هدف فيما يتعلق بالمشاركة السورية أو عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية هذا الموضوع لم يطرح في الحديث اليوم على الإطلاق الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشاكل الأخرى سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا بتطرح بشكل عام موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها لمشاركة في قمة هذا يسبق دائما مدولات مشاورات طرح مشروع قرار أفكار رؤية الدول الأعضاء كيف ترى هذه الدولة أو تلك مجموعة من الدول أو مجموعة أخرى ما هو المطلوب من الجانب السوري كل هذا عليها بعد وبالتالي الأمر لم يعد لم يطرح اليوم شكراً شكراً وقبل ما أعطي الأسئلة أتمنى إحنا معنا الأخلا من العام وأنا نحن نريد على كافة أخواتنا وإخواننا الصحفيين لكن ما رح يكون هذا الأمر إذا كان كل شخص يأتينا ب عدة أسئلة فأتمنى أن كل شخص يكون في سؤال واحد ومحدد ساشوبي سلام عليكم شكراً لمعليكم ماذا عن الأداءات الحوسية على السعودية والإمارات والتأديد المنطقة شكراً لمعليكم كان هناك في اجتماع لمجلس الجامعة المندوبين طارق لمناقشة هذا الأمر وكان هناك في قرار بالإجماع من كافة أشقائنا العرب بإدانة تامة لكل هذه الاعتداءات الإجرامية الإرهابية على الآمنين سواء داخل الأراضي السعودية والتي الآن مستمرة لثلاث سنوات ونيف والذي حصل مؤخراً في أبوظبي وفي الأراضي لدولة الإمارات العربية المتحدة فدول أو دول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدت إلى مسؤوليتها في هذا الأمر ونحيي كذلك البيان الصحفي الذي نزل من مجلس الأمن والذي أدان هذه الاعتداءات كذلك فهناك في تفهم دولي لهذه الأعمال العدوانية والتي ليست من صالح أبداً الأمن الجماعي العربي هناك في تقويض إلى الأمن القومي لدول خليج والذي هو أحد روافد الأمن العربي شكراً أسمح لسيادة الوزير ووزير خارجية اليمن أيضاً قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بمطراء اليمن والجهد الذي يبزل من إلى تسوية سياسية وأن الجانب الحوثي هو الذي يرفض مدعوماً بقوة إقليمية واضح جداً تدخلها في هذا النزاع رجوع إلى الأزمة أو الملف اللبناني وكما وصف وزير الخارجية اللبناني لقاءه بكم مع الوزير بأنه كان إيجابياً متى سنرى عودة للسفراء هذا الأمر الآخر بالنسبة لسيد الأمين العام المتعلق بالقضية المركزية وهو الملف الفلسطيني ونقول الجهود العربية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية لعودة إلى طاولة المفاوضات متى نرى العودة إلى طاولة المفاوضات شكراً شكراً ومثل ما ذكرت الآن استلمنا الورقة ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس وإن شاء الله بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وزير خارجية فلسطين طرح الأمر على الاجتماع الوضع الحالي اللحظة الحالية من المشكلة الفلسطينية وزير خارجية الأردن أيضاً تحدث مستفيداً في هذا الشأن حقيقة الأمر التي يجب أن نصارح أنفسنا ونصارح العالم بها أن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتقبلها الجانب الأمريكي ويحاول ويسعى للحفاظ عليها وربما أيضاً الجانب الأوروبي ويسعى للحفاظ عليها لا أعرف لماذا هذه الحكومة ترفض بالكامل العودة إلى المفاوضات وترفض بالكامل تحت الفرصة الشعبين الفلسطيني واليهودي الإسرائيلي أن يتوصل فعلاً لاتفاق حول الدولتين المطلوب من المجتمع الدولي من الإدارة الأمريكية أن على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل العودة مرة أخرى إلى عمليات السلام لأنه في غياب مفاوضات جادة حقيقية ذات محتوى وذات إطار زمني سوف ينفجر الوضع في فلسطين أو أكد على هذا سوف ينفجر الوضع في فلسطين والشعب الفلسطيني لن ينتظر طويلاً وهذا الضغط يجب أن يصدر من الجانب الأمريكي من الجانب الأوروبي ومن الأطراف العربية الأطراف العربية بصفة عامة تضغط دائماً المفاوضات ومفهوم الدولتين للأسف المجتمع الدولي يعني أقول الحماس فقد الحماس نتيجة للضغوط الأخرى التي أحاطت في العشرة أعوام الأخيرة العشرة الأعوام الأخيرة كانت أعواماً مدمرة الأولى العربية وأيضاً على القضية الفلسطينية للأسف الشجيد شكراً بس أذكر رجاءً أن كل واحد سؤال واحد رجاءً تفضل أخي السلام عليكم سعد السعيدي قناة الجزيرة الآن أحنا نريد بس أن نسأل وزير الخارجي الكويت هل سنشهد عودة لسفراء دول الخليج إلى لبنان أو سفراء لبنان في الدول الخليجية بعد هذا الرد وهل سيكون هناك اجتماع خليجي أو دول الأزمة دول الأزمة الخليجية دول الخليجية أقصد مع بينهم لدراسة هذا الرد اللبناني شكراً جزيلاً وأعتقد أن أنا جوابت في السؤال فائدة للجميع إن شاء الله فواس ميرام وكافة لنبال كويت أكون دولة الكويت ومنذ ترأس المجلس الوزار العربي في سبتمبر الماضي وضعت نصب عيونها الدفع من مسيرة العلم العربي المشترك وإيجاد حلول لأزمات المنطقة وخلق أوجه تعاون لمواجهة أزمة كورونا وتدعياتها نود إيجازاً بذلك شكراً شكراً جزيلاً ويعني من إحنا دولة الكويت من ترأس دورة 156 لمجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كانت هناك منطقة فيها الكثير من التحديات لكن تحدي غير التحديات الأمنية وتحديات السياسية أهمها لعلها جائحة كورونا والتي كشفت بواطن القصور في كل الدول العربية حيث أن ربكة كانت في كل الدول العربية وكذلك كانت أوجهة تعاون بين الدول العربية ولعلي لا أدع سراً أن كذلك الأمين العام حاول أن يعني خلال الجائحة أن يكون هناك في اجتماعات متعلقة في تعاون في مجال مكافحة كوبيد لكن للأسف لأن الظروف كلها كانت العالم كلها ينكفع على ذاته ما حصلت مثل هذه الاجتماعات وهذا التنسيق اليوم في اجتماعنا كان هناك في أريحية في الطرح وكان هناك الجوانب كلها كانت من ناحية شفافة وكان هناك في مكاشفة وكان هناك في أهمية بأن يكون هناك في دروس ونتعلم من الربكة التي حصلت في بداية جائحة كورونا ونكون أكثر محصنون حيال أي جائحة أو أزمة قد نمر بها في المستقبل لا سمح الله منها الأزمة صحية فإن يكون هناك في وقاية وتحصين بالنسبة إلى استخدام وتصنيع استلام الأجهزة الوقائية مشاركة أكثر في تبادل الخبرات جارب وغيرها طبية كذلك تكلمنا بالنسبة إلى العبعاد الأخرى التي تأتي كارهاصات لهذه الجائحة وبالأخص الأمن الغذائي والدول العربية كلها لديها إمكانيات لكي أن تكون لوحدها تستطيع أن تؤمن الأمن الغذائي لجميع الدول العربية حيث أن بعض الدول لديها وفرة بعض الدول لديها نقصان ومن خلال أن يكون هناك في نظرة شمولية فيما يتعلق بالمواد الأولية المواد أجهزة المواصلات التخزين الممرات وغيرها من هذه الأمور لعله نصل إلى مثل هذا المفهوم التكاملي فيما يخص الأمن الغذائي وكان هناك اليوم يعني من ضمن الأفكار المقترحة نكون هناك في دراسة إن شاء الله تقدم في القادم الأيام لعله في شهر سبتمبر القادم شكرا نقلنا لحضراتكم فعليات المؤتمر الصحفي في ختام أعمال الاجتماع التشوري لوزراء خارجية الدول العربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير خارجية الكويت أن الاجتماع ناقش الخطوات المفترة تنفيذها لتعزيز العمل العربي المشترك كما أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع اليوم تناول الوضع العربي بكل مشكلاته كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن إطلاق الوزارة الخريطة التفاعلية التي تتضمن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة وذكرت وزارة التعاون الدولي أن الخريطة توضح توزيع المشروعات التي تنفذها الدولة بتمويل من شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين على مستوى الجمهورية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بدقة على مساهمة هذه التنمويلات في دعم رؤية الدولة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي فيما يتعلق بالشراكات الدولية أنهت البرصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين في حين مال العرب والأجانب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي نحو 737.3 مليار جنيه وذلك وسطة دولات بلغت نحو 8 مليارات جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.34% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة وصلت إلى 1.29% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 1.4% ليغلق عند مستوى 3094 نقطة للمزيد من التحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس أهلا بك معنا أستاذة حنان يعني انخفاض وتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ما تحليلك مساء مساء الخير يوسف طبعا النهاردة كان في يعني أول الجلسة كان في ارتفاع كافة المؤشرات ثم تراجعت المؤشرات منذ من طفف الجلسة إلى نهاية الجلسة وده بيرجع لشيء مهم جدا نحن في آخر شهر يناير وفي مراجعة دورية للمؤشرات البورصة المطرية لبدء يعني الدخول وخروج أسهم يتدل أعمال بها من شهر فضائر فبنلا أن المؤسسات المالية بتبقى زي المترقب حزر لأن عادة ما بيتم مش التداول إلا في الأسهم الداخل المؤشر 30 اللي بتحتل يعني أوزان نسبية عالية على الرغم من أن النتائج الأعمال العديد من الشركات هي نتائج مباشرة ونتائج جيدة في استفاع كمان في الأرباح لمتحققها إلا أن المتعمل الأجانب يؤثر البعد عن الأسهم اللي فيها توزاعات نقدية أو توزاعات عينية فبداوة بيخلي يعني الأسهم على مبيعات بالنسبة لمؤشرات الفراعية بقالها فترة أداءها أداء سلبي مش أداء إيجابي طبعا هي مستنية دعم جيد من قبل السيولة وإحنا شايفين برضو قيمة تداول الفعلية لا تتجوز مثلا 700 أو 500 مليون في حين الإجمالية ممكن توصل لأكتر من كده منتظرين بقى ضق السيولة جديدة سواء بتروحات حكومية جديدة تروحات خاصة النهاردة كان في اقتحل جلس التداول عشان خاطر لتوعية أستاذة حنان وفقا لهذه المعطيات ما المتوقع في المستقبل القريب هنظل في هذا الاتجاه العرضي مائل للهبوض طار والسعود طار أخرى إلا إذا دخط سيولة قوية من قبل المؤسسات المحلية التي تحتل أكثر 83% من قيمة الدولات هذا ممكن ينعش المؤشر الرئيسي للبرس أما المؤشرات الفرعية فهي محتاجة عودة متعمل الأفرد إلى الزخم بالتداول في البصة مرة أخرى لتحقيق مكاسف فدام بتحقيق المؤشرات الفرعية تعمل ارتفاعات متواضية نعم أستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أشكرك جزيل شكر انتهت أخبارنا وبقي تذكير بأهم ما جاء فيها الرئيس سيسي يواجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم خلال العام القضائي الجاري مدبولي يبحث بهدى التغلب على معوقات الاستثمار ويكلف بتشكيل مجموعة عمل لحل مشكلات المستثمرين انطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الكويت بمشاركة الوزير سامح شكري وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة